ويعلنت شركة سونتراك عن شروع في إنتاج أول الشحونات من الخام من رقعة تعاقودية لحاسي بئراركايز الوقعة في حوض بركين والتي تستغل في إطار عقد استكشاف وإنتاج المحروقات المبرمة في 17 ميل عام 2010 هذا وأوضحت سونتراك في بيان لها أن العملية تتم مع المؤسسة العمومية التايلندية لاستكشاف وإنتاج النفط حيث سيتم الشروع اليوم على الساعة الثالثة زوالا في هذه العملية كما أضافت سونتراك أن خطة تطوير المشروع تتضمن خلال المرحلة الأولى من الاستغلال دخول اكتشافي بوقفة وقرود الزيطة مرحلة الإنتاج عبر ربط 17 بئر نفطية بمنشآت المعالجة الموجودة بمنطقة قرود البقال حيث سيبلغ مستوى الإنتاج المتوقع خلال هذه المرحلة من التطوير حوالي 13 ألف برميل في اليوم كما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير المتعلقة بالحقول الثمانية المكتشفة الأخرى ضمن الرقعة التعاقدية والتي ستمكن من بلوغ مستوى إنتاج مقداره الستين ألف برميل في اليوم ترجمة نانسي قنقر